الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته لقد حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته والمنهاج المبين لدعوته فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق فالعبادات في الإسلام بل أركان الإسلام نفسها مقرنة بهذه الأخلاق ومؤدية إليها قال تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ إلى آخر الآية كما قال في الصيام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كما قال في الحج أيضا سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ فضعف الخلق من ضعف الإيمان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن وعندما سئل قال من لا يأمن جاره بوائقه والقصة المعروفة المشهورة عن العجوز الصوامة القوامة التي كانت تحبس هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فالخلاصة أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والعمل عبادات ومعاملات ولا أدل على ذلك من حديث المفلس الذي عرفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه وقال عنه أنه الشخص الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وفي المقابل يأتي وقد شتم هذا أو ضرب هذا أو أكل مال هذا أو سفك دم هذا فيعطى هؤلاء كلهم من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم طرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله فالعبادات بمثابة الوقود التي لا يمكن للمركبة أن تنطلق دونها وأما المعاملات والأخلاق والسلوك فهي بمثابة قواعد السير التي إن خالفتها المركبة أخطأت الطريق إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر